بسم الله الرحمن الرحيم معد النيل العالي لهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة مادة مقدمة في تاريخ الحضارات المحضرة التانية دكتور رياض رفاعي في المحضرة الاولى احنا اتكلمنا عن المكون السياسي للحضارة المصرية القديمة او الحضارة الفرعونية وقلنا ان حضارة مصر الفرعونية بتنقسم سياسيا الى 8 عصور وبتنقسم الى 30 اسرة خلال هذا العصر وفد الى مصر سبع شعوب اجنبية اتكلمنا عن الشعوب الاجنبية السبع دي بتدعم اليكسوس وتنتهي بالفرص ثم انتقلنا الى القاب حكام مصر الفرعونية حاكم مصر العليا حاكم مصر السفلة حاكم مصر العليا والسفلة او ملك يعني ثم لقى فرعون اللي هو بدأ اتخاذه في عصر الدولة الحديثة ثم تناولنا عواصم مصر الفرعونية الستاشر عاصمة اللي احنا تناولناهم واللاحظ ان معظم هذه العواصم في محافظة الشرقية يعني اكتر محافظة فيها عواصم محافظة الشرقية وكفر الشيخ فيها عاصمتين الدقالية عاصمة وهي منديس الغربية عاصمة وهي سمنود وسمنود هي اخر عاصمة لمصر الفرعونية اول عاصمة لمصر الموحدة هي منف سنة 3200 قبل الميلاد لكن كان في عاصمتين لما كانت مصر لسه مقسمة الى الاقليم الشمالي والاقليم الجنوبي طبعا هنا هننتقل بقى في المحاضرات الى المكون العمراني للحضارة الفرعونية ونتكلم في الاول عن دوافع الاهتمام بالمكون العمراني في عدد من الدوافع خمس دوافع الدافع الاول هو الناحية الدينية او الدافع الديني ثم الدافع الثقافي ثم الدافع الاقتصادي ثم الدافع العسكري ثم الدافع السياسي بالنسبة للدافع الديني الاهتمام ببناء المقابر للملوك زي اهرامات الجيزة ومقابر الملوك ومقابر الملكات في البر الغرب اللوسر والمعابد توسع في انشاء المعابد للالهة زي معبد الكارنك ومعبد اللوسر استمر الكلام ده في العهد المسيحي لما بدأ الاهتمام ببناء الكنائس والأديرة زي دير واد النترون ودير سانت كاترين في العصر الإسلامي بناء المساجد زي الدولة البابلية واللي خلاصها شطرك ثم علاقات في منتقى علاقات تبازت بالعنف المفرط مع الأشوريين لغاية ما أشور بنيبال غزة الدولة العلمية وفرض عليها الجزية وطبعا لتورط علام في الصراع بين أشور وبابل عاد الأشوريين لمهاجبة سوسة سنة 645 لعاصمة العلميين وضمروها تماما يبقى من الذي أسقط الدولة العلمية الأشوريين هم الذين أسقطوا الدولة العلمية طيب الأشوريين لما أسقطوا الدولة العلمية وهجبوا سوسة وضبروها وفتحوا اعتادوا على بقابر الملوك وفتحوا التوابيت والأشوريين خانوا معهم ما راجعين الرفات اللي كان موجود في الهوة رفات الملوك ونقلوه لأشور لماذا؟ حتى يحرم الموتى من الخلود السؤال ليه الأشوريين خانوا رفات الملوك ملوك علام لحرمانهم لحرمان الموتى ملوك علام من الخلود آخر ملوك الدولة العلمية كان كلداش واللي تم أسره وأخذ زليلا إلى معبد أشور حيث تم زبحه إذن الدولة العلمية ما هي عاصمة الدولة العلمية ليه سوسة أو شوشي ما هي القوى العراقية التي تعاملت مع الدولة العلمية السومريين سومة البابليين سومة الأشوريين من الذي خلص الدولة العلمية من السومريين كدور من الذي خلص الدولة العلمية من البابليين شتروك من الذي أسقط الدولة العلمية الآشوريين لماذا استولى الآشوريين على رفات ملوك علام وخدوا معهم وهم رحيين أشور حتى يحرم الموتى من الخلود بعد الدولة العلمية ظهر دولة فرعية اسمها دولة ماني برضك الملك سرجون الثالث الملك الأشوري هو الذي أسقطه مملكة ماني يبقى الأشوريين هم الذين أسقطوا أشور بنيبال هو اللي أسقط الدولة الأشورية وسرجون الثالث الأشوري هو اللي أسقط دولة ماني ودولة ماني قلت دولة فرعية بتشكل مكون من المكون السياسي للحضارة الفرسية ثانيا الدولة الميدية بدأت الدولة الميدية على يد الملك ديا أكو إبقى من هو الذي أسس الدولة الميدية ديا أكو طبعا هو في بداية عهده اتورد في هجوم على العاصمة الأشورية نينوي طبعا هزم هزيمة حاسمة ما هي عاصمة الدولة الميدية أكباتانا إبقى من اللي أسس الدولة الميدية ديا أكو وإيه العاصمة اللي تخزيتها الدولة الميدية هي أكباتانا تحالفت الدولة الميدية مع المملكة البابلية وتدعى ما زالك بزواج دبلوماسي من الطرفين طيب الموجود مع البابلين من أعداء البابلين أعداء البابلين أشوريين فتحالفوا مع مصر يعني ظهرت التحالفات والتحالفات المضادة الميديين يتحالفون مع البابليين فيتحالف الأشوريين مع فرعون مصر الملك باسمتيك الأول سنة 615 قبل الميلاد انتهى الأمر بإسقاط الدولة الأشورية سنة 612 قبل الميلاد يعني الدولة الميدية انتقمت وصأرت للدولة العلمية كما أسقط الأشوريين الدولة العلمية وملكة ماني أسقط الميديون الدولة الأشورية أيضا الميديين توسعوا نحو أسيا الصغرى اللي هي التركية الوقت من القوة اللي كانت موجودة في أسيا الصغرى مملكة ليديا طبعا وصل الميديين لمملكة ليديا وعقد اللي اتنين مع بعض سقطت الدولة الميدية زي ما سقطت دولة ماني ودولة علاب على إيد الأشوريين ودول من العراق سقطت الدولة الميدية على يد الدولة الإخمنية الفارسية طيب القوة التالتة هي الدولة الإخمنية خضع الفرس الإخمنيين الأول للعلميين ثم بعد ما سقطت الدولة العلمية وتأسست الدولة الميدية خضعوا للميديين المؤسس هذه الدولة هو كورش الأكبر الذي اتخذ من بزارة جادة عاصمة يبقى عندنا سوسة عاصمة عندنا أكباتان عاصمة للدولة الميدية عندنا بزارة جادة عاصمة للدولة الإخمنية أهم أعمال القرش الأكبر الهجوم على دولة ليديا وإسقاط بابل يبقى بردك الدولة الإخمنية أسقطت الدولة البابلية وتوجه الكورش الأكبر ملكا على بابل وصومر وأكاد وأطلق عليه ملك الأركان الأربعة للعالم ثم تولى قنبيز عرش البلاد من أهم أعماله أنه ضرب أول عملة في فارس أول عملة ليه الدرك اسمها الدرك يبقى ما هي أول عملة في بلاد فارس الدرك من الذي ضربها هو قنبيز قنبيز أيضا هو اللي فتح مصر سنة 525 قبل الميلاد من أهم ملوك أيضا دار الأول لو أحيى مشروع قناة نخاو في مصر وهزم على يد الإمبراطور الإمبراطورية اليونانية في معركة مشهورة أو اسمها معركة المرسول سقطت الدولة الإخمينية على يد الإسكندر الأكبر يعني بدل ما تسقط الدولة الإخمينية زي ما سقطت الدولة العلمية أو الدولة الميدية على قوة إقليمية لأن دا سقطت مرة دي على يد الإمبراطورية المقدونية والإسكندر الأكبر الانتصر على الدولة الإخمينية في معركتين مشهورين معركة إيسوس ومعركة جاوم جميلة سنة 330 قبل الميلاد الدولة التل اللي بعد كده الدولة السلوكية والدولة السلوكية تأسست على أنقاض الدولة الإخمينية كانت عاصمة لها هي سلوكيا يبقى دي رابع عاصمة سلوكيا طب من اللي أسقت الدولة السلوكية سقطت الدولة السلوكية على يد بومبي إمبراطور الدولة الرومانية الدولة الإخمينية سقطت على يد المقدونيين والدولة السلوكية سقطت على يد الرومان والدولة العلمية سقطت على يد الأشوريين والدولة البابلية سقطت على يد الدولة الإخمينية والدولة الإخمينية سقطت زي ما قلت على يد الإسكندر الأكبر ثم ظهرت دولة جديدة اسمها الدولة الباريثية اللي أسسها الملك أرشاك وعرف ملوك هذه الدولة باسم ملوك الطواف آخر القوى العظمى اللي حكمت فارس هي الدولة الساسانية بدأت عهدها بالقضاء على دولة الهياطلة اللي أطلق عليها دولة لهون البيت دي دولة موجودة في فارس زي دولة ماني زي دولة سلوكية زي الدولة الباريثية الدولة الساسانية أساس الملك أردشير الأول اللي اتخذ من برسيس عاصمة له ثم اتخذ من تنسيفون عاصمة جديدة ولقب بشاين شاه وكلمة شاين شاه هي ملك الملوك كان أحد ملوك هذه الأسرة هو شابور التاني هو الملك الوحيد في التاريخ الذي تم تتوجه وهو في رحم أمه هيصوضع التاج على بطن أمه ويحامل لوفاة والده وهي طبعا حاجة مأسورة من التاريخ الفارسي حاكم الدولة الساسانية أربعين ملك ساساني أعظمهم خسروا الأول ظلت الإمبراطورية الفارسية الدولة العظمى في الشرق سواء في عادل العلميين أو الميديين أو الإخمنيين أو الباريسيين أو الساسانيين وفي ظل حجب بعض القوى السانوية مثل مملكة ماني أو مملكة الهياطلة أو المملكة السلوكية كانت هي القوى العظمى في الشرق تنوب عليها غربا أربع قوى عظمى الإمبراطورية اليونانية فالمقدونية فالرومانية فالمزرطية سقوط الإمبراطورية الساسانية والإمبراطورية الفارسية جاء على يد الدولة العربية الإسلامية التي أسس الرسول عليه السلام انطلاقا من المدينة المنورة فتحولت فارس أو الإمبراطورية الفارسية لمجرد ولاية تابعة للدولة العربية الإسلامية وقد جاء سقوط الدولة الساسانية في أعقاب عدد من المعارك المعركة الأولى هي معركة الحيرة وانتصر فيها العلاء ابن الحضرامي إلا أن المسلمون تعرضوا الهزيمة مفاجئة في معركة المروحة ثم انتصر المسلمون بقيادة سعد بن ابن أبو وقاص في معركة القارسية التي حسمت مصير العراق ثم معركة نهوانت التي تعد فتح الفتوح والتي مسلت سقوط الإمبراطورية الفرسية لينتهي بذلك المكون السياسي للحضارة الفرسية ننتقل في محاضرة جديدة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم المعهد النيل العالي الهندسة والتكولوجيا بالمنصورة مادة مقدمة في تاريخ الحضارات المحاضرة الثالثة الدكتور يضرفها إحنا لسه في الحضارة الفرعونية واتكلمنا في الأول المكون السياسي ثم المكون العمراني ثم المكون الديني ثم المكون الاجتماعي في المحاضرة دي بينكمل المكونات اللي هي المكون العسكري للحضارة الفرعونية أصبح لمصر جيش قوي منذ توحيد مصر سنة 3200 قبل الميلاد كان للجيش المصري دور مزدوج القتال والدفاع عن البلاد المهمة الأولى علاوة على كونه مؤسسة مدنية تساهم في إقامة وتنفيذ المشروعات الحكومية مثل شق الطرع وحماية البلاد من الفيضان وقت السلم يبقى له دور مدني ودور عسكري وده دور الجيش المصري في كل العصور وفي كل الأزمان يبقى أول نقطة إن الجيش له دور مزدوج دور عسكري القتال والدفاع عن البلاد ودور مدني وقت السلم بيعمل المشروعات القومية زي حماية البلاد من الفيضان نقطة التانية إن الجيش المصري كان يمثل جميع طواقف الشعب المصري وده قائد عسكري اسمه ويني أكد إن الجيش كان يمثل جميع طواقف الشعب المصري وأكد إن الجيش كان يتميز رجال الجيش كانوا بيتميزوا بالأخلاق الحميلة وسمات الفروسية الجيش كان يستخدم أيضا في قمع التمرد وحماية استقرار